من منطقة أوتر براديش في شمال الهند الهند تعرفونها أن مشهورة بالقطارات كل الأفلام الهندية فيها قطارات يصل أحد هذه القطارات إلى المحطة لا يوجد أي شيء مميز بهذا المقطع ولكن إذا ما نظرنا إلى شيء تحت هذا القدار يعني ربما سأضيئه لكم هذا الشيء ستجدونه زهريا بنفسجيا هذا هو يبدو كأنه لعبة إذا اقتربنا منه لعبة بنفسجية يمكن أن تكون دمية ثم ينطلق القطار وبعد انطلاق هذا القطار لنكتشف الحقيقة الموضوع أن هذه ليست لعبة انظروا ما هي إنها طفلة عمرها عام اسمها شايبة وكان من الممكن أن تتعرض للخطر لماذا؟ هي وقعت بين الرصيف وبين السكة وهذه هي المسافة لو زادت سنتيمتر واحد كانت راحت الطفلة القطار لم يمسها أبو شايبة طبعا هو اسمه سومو وقفز على السكة ليحملها ثم يعطيها لأمها شايبة أكثر طفلة محظوظة بالعالم بدأت طبعا بالبكاء لم تتعرض لأي إصابات اهتمت أمها بها ويا ليتها اهتمت من زمان ووضعت على رأسها قبعة وعلى ما يبدو سبب الحادث هو تمكن شايبة من الإفلات منها أن أمها كانت واقفة على حافة المحطة و سقطت كانت تحمل طفلين قصة رهيبة لكن النهاية سعيدة